دائرة الأخلاق دائرة مهمة جدا أحسن أكمل المسلمين إيمانا أحسنهم أخلاقا ما قالش أطولهم صلاة ما قالش أكثرهم صياما رغم أن الصلاة مهمة ورغم أن الصيام من أجل العبادات ويبعد بين الإنسان وبين النار سبعين خريف اليوم الواحد طبعين سنة لصوم يوم واحد في سبيل الله لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما حب يورنينا مين أكمل الناس إيمانا قال أحسنهم أخلاقا فحسن الخلق ما وضع شيء في ميزان الإنسان أثقل من حسن الخلق حسن الخلق ده سهل جدا مش محتاج معادلات صعبة ولا كرسات تخديها عبر عنه شعر في البيت الشعر اللطيف اللي أنا تم يقوله مع حضرتك البر شيء هين واجه طليق وكلام لين البر مش محصور وحسن الخلق مش محصور بس أنك تبقى مبتسم وكلامك لطيف إنما دي حاكتين رئيسياتين يتفرع منهم حاجات كتير وسهل إنهم يتعاملوا لكن ميزانهم كبير الكلام اللي يجيب أن أنت ما تتكلم مع الآخرين تتكلم بهدوء من غير صوت عالي يجيب أن أنت ما تتكلم مع الآخرين ما تستعملش العبارات الجارحة الموجعة يجيب أن أنت ما تتكلم مع الآخرين تكلمهم وناديهم بأحب الأسماء إليهم يجيب أن أنت ما تتكلم مع الآخرين رعي مشاعرهم فإذا كنتوا ثلاثة موضوع الآية بقى إذا كنتوا ثلاثة ومعكوش رابع فراعوا مشاعر التالت وما فيش واحد فيكو مواخد التاني ويتوادوا إدمعاك ده ويسيب التالت فالتالت هتفتح له باب من أبواب الشيطان يقول جاترهم بيتكلموا علي طب مش عايزين يسمع الموضوع دا طب فيه إيه طب مامو بيحتقروني طب أنا يعني إيه لأنا عملته ويحزن فلذلك لكي لا يحزن نهينا أن يتناجى في الحديث الشريف إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه استأذناه ما فيش مانع بقى لأن ذلك يحزنه ده التعليل طب طب على اللي حواليك راعي مشاعره فالآيات الكريمات هذه عملت مجموعة من الرسائل الأخلاقية مهمة جدا منها فكرة مراعاة خواطر الآخرين منها فكرة مراعاة اللياقة والأداب العامة واللياقة والأداب العامة دي مش ضروري يكون مصدرها نصوص شرعية النصوص الشرعية طبعا هي بتدعو بشكل عام إلى مراعاة اللياقة اللي احنا ممكن بنسميها الاتيكت بلغة العصرية يعني الاتيكت الإسلامي ده مش ضروري أن إيه لازم قال الله تعالى افعل قال النبي عليه الصلاة والسلام افعل إنما ربنا قال خذ العفو وأمر بالعرف ما تعرف عليه الناس من الأخلاق الحميدة من الطباقع الكريمة مما يظهر التقدير ويظهر الاحترام اللي احنا بنسميها زي ما كنت بقول لحضراتك قريبا في مكالمة خاصة بنسميها الأصول راعي الأصول في التعامل مع الناس حتى لو هي مش منهي عنها مش حرام أو مش مأمورين بيها حتى لو مش مأمور بيها بخصوصها إنما أنت مأمور بالخير بواجه نعام مأمور بأن أنت تكون راجل عندك سنس عندك يعني مفهومية مفهومية أيضا طيب